وي وي هنا قاعد بتصفح على السيشايل ميديا فقعت ان الصبارة الراكصة طلعت الترنت والوحد بقل وقتر من سنة مش عارف يطلع اى ترنت خانس صبارة بتتكلم كلمتين طلعت طلعت الترنت تعالوا بيناب الارضliśmy السلام عليكم و اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة لو اهم مرة تابعنا لقناة اليوتيوب ما تنساش تشارك في القناة و تفعل الجرس علشان ده منوصل لكل جديد حلقتنا النهاردة هنكلمكم فيها عن لعبة الصبارة الراقصة لعبة الصبارة الراقصة اتصلعت في الصين و بدأت اتباع على المواقع الالترونية بشكل كبير جدا و ده بسبب تداول مجبوعة من الفيديوهات لعبة الصبارة الراقصة و بعض الاطفال الاطفال لما بيجوا يتكلموا الصبارة بتبدأ انها تميل يمين و شمال و بتبدأ انها تردد نفس الكلام اللي الطفل بيقوله او اي حد بيقوله الصبارة الراقصة ادرت في وقت قليل جدا انها تجذب كل الناس اللي شافتها كل الناس اللي بدأت تشوفها سواء كان كبير او صغير بدأت تحب اللعبة نفسها من غير ما تبص هل اللعبة دي وراها اضرار او لا هل اللعبة دي بمقلم الصين اللي بنزلها ايه الهدف منها طبعا كلنا عارفين ان الصين ما بتهزرش لما يتنزل اي حاجة بيكون ليها هدف اساسي عايزة توصل ليه وكلنا عارفين قبل كيشان تيك توك وايه اللي حصل من وراه افسدوا عقول الشباب وبابا ان هم يسيطروا علي عقولهم سواء كان الشباب او الفتيات وبابا ان هم يسيطروا علي عقولهم وبابا ان هم يوصلوا الرسالة اللي هم عايزين يوصلوها شغلوا الشباب والفتيات ببرنامج تيك توك وشغلوه عن التعليم الاساسي في العليمة حاجة جديدة وهي لعبة الصبارة الراقصة طبعا في بعض الناس هتقولي ايه عمل كلام اللي انت بتقوله دا وانت مكبر الموضوع ومش مكبر الموضوع الموضوع نفسه فعلا كبير طبعا كلنا عارفين انه الاطفال لازم النمو بتاعهم بيكبر يوم بعد يوم لكن لما انا احطوله لعبة الصبارة الراقصة واسبها له قدامه اصبح ان انا بحجم جميع المعلومات الجديدة اللي ممكن تدخله او بحجم بمعرصح عقله ليه بقى؟ لان انا بحطوله لعبة الصبارة الراقصة قدامه وباسبها له وبامش طبعا الام او الاب بيبدأوا ان هما ينشغلوا في الاعمال بتاعتهم وهيصيبوا الطفل مع لعبة الصبارة الراقصة الطفل هيبدأ ان هو يتكلم والصبارة بتردد كل الكلام اللي هو بيقوله اصبح الطفل بنفسه هو مش هيفكر يقول ايه ديل او يبدأ ان هو يكتسب مهارات جديدة وده هيسبب عزل لما بين الاب والام ليه بقى؟ ان الام هتفضل مشغولة اكبر وقت ممكن وهتقضي كل مصالحها بعيد ان هي تخاطب ابنها فيستوفيس او لايف على طول مباشر انها تبدأ تتكلم مع ابنها ويبدأ ان هما في نقاش بيبدأ الكلام نفسه تغير يبدأ ان هما يوصلوا لحاجات جديدة لكن دلوقتي الام لما تنشغل في عمالها والطفل ينشغل مع الدنيا او لابت الصبارة الراقصة هيبدأ ان هو يكرروا نفس الاشياء مفيش اي جديد هيبدأ ان هو يحب العزلة وهيبدأ ان هو ينفرد مع نفسه Calcote طبعا كلنا عارفين الكارتون واضراره والاطفال اللي كانت بتفرج على الكارتون كان ايه بيحصل لهم كان بيحصل لهم توحد وبيحب العزلة وبنبدأ بقى نجرى عليهم 분�يبدأ ان احنا نعالجهم ونقول ده الولد كان بتفرج على الكارتون وبعد ان هو يحب الكارتون bliverش يحب الاطفال او يطلع معهم او والكلام ده كله يبدأ انه يحب العزلة وينفرد بنفسه ما بيحب اي مكان فيه تجمعات ونبدأ ان احنا تعالج في الاطفال من اول والجديد عليه بمبلغ كبيرة على شكل اعالجه وفي الاخر ييتعالج معي بسرعة ييتعبنا كلنا. ليه هشتري لعبة تسيطرة على عقل الطفل عندي ممكن اجيب له شنطة مكعبات كبيرة هيبدأ ان هو يبني بيوت. حيب كبير جدا والشنطة كلها لبعضها طيب مش هجب مئة وعشرين جنيه. الشنطة اللي هي الكبيرة فيه حاجات بخمسين جنيه وتلاتين جنيه والكلام ده. طب اتكلم بقى لو انت عايز يعني تجيب له محر لعب هجب له شنطة كبيرة فيها مكعبات. هيبدأ ان هو يشغل جماغه ويبدأ ان هو يعمل حاجات مفيدة. فيه العاب كتير جدا مفيدة فيه حاجة اسمها لابتوب بتعليمي تقريبا سعره من خمسة وسبعين جنيه لتبانين جنيه حاجة زي كده. ده طبعا في القطاعي لو فيه بس بيجيب جملة بيبيعوا جملة هيتلاقي اهلا من كده بكتير. ده حاجات تعليمية بيعلم من الاولاد للفروف الانجليزية وبيعلم الاولاد انشيد دينية وحاجات فعلا كتير حلوة تقدروا ان انتم تشتروا لعب لاطفالكم يفيدوا الاطفال مش يدروهم. معنا تقارير مهم جدا عن لعبة الصبار الراقصة. يريدت يا جماعة كلكم تتابعوه للاخر. فعلا مش هتخسروا حاجة. اتمنى ان الجميع يشوفوا الفيديو ده. تعد لعبة الصبار الراقصة في الاساس صينية المنشأ. وبدأت تباع على نطاق واسع بالمواقع الالكترونية الخاصة بالبيع. وصفحات البيع اونلاين. وهي دمي على هيئة صبارة باللون الاخضر مصنوعة من القطر. وموضوع باصيز باللون البني. مثل نبات الصبار الاصلي. وتختلف بعض اشكالها فهناك المرتدية غطاء الرأس او سطرة او ممسكة بآلة العزف الجتار. الا انها تتحرك بتمايل عند تشغيل الاغاني عليها. او التحدث بجانبها. بشكل مهتز يصير السخرية. ويشار الى ان هناك نوعين من الصبارة الراقصة. الاول هو الصبارة الراقصة التي تردد الكلام. وبها اغاني من الممكن تشغيلها. والثاني هو الصبارة الراقصة التي تشغل الاغاني فقط. ويتم شاحن اللعبة من خلال يو اس بي. ويمكن تشغيل نحو مية وعشرين اغنية عليها. مع امكانية تسجيلها للاحاديث الجانبية وترديدها فيما بعد. ما جعلها دمية تضيف البهجة والسرور على المتواجدين حولها وليس الاطفال فقط. استطاعت دمية الصبارة الراقصة ان تخطف قلوب وعقول القبار قبل الصغار. حيث رأها الكثيرون انها رفيق جيد خلال اوقات العمل للتخفيف من الضغوط. كما ان الصبارة الراقصة تساعد الكثير من الاطفال الذين يعانون من تأخر النطق في المساعدة على تحسين وظيفة الكلام. طبعا ده على حسب بعض المواقع اللي تكلمت عن موضوع الصبارة الراقصة. ونشر كثيرون على مواقع التواصل اجتماعي مقاطع تجمعهم مع صبارة الراقصة فهي احدى الاساليب التي روجت للدمية التي تربعت على عرش التريند. اضافة الى انتشار الكوميكس الساخرة والمضحكة للدمية الاشهر حاليا في العالم. وتخطى عدد مشاهدات بعض فيديوهات الصبارة الراقصة ما يزيد على مليون مشاهدة. اسعار الصبارة الراقصة. الضجة التي احدثتها صبارة الراقصة دفعت الكثيرون للبحث عن سعرها. بعدما انالت شهرة في العالم خاصة انها باتت تعد لعبة مسلية للكبار والصغار معا. لتصبح اللعبة الاشهر مؤخرا. حيث يتراوح سعر الصبارة الراقصة بين 400 جنيه الى 600 جنيه. حيث يختلف السعر وفقا للخامة وامكانيات اللعبة المطروحة. دلوقتي هنقولكم اضرار الصبارة الراقصة على الاطفال. كشف الدكتور محمود يوسف استاذ طب تخطب الاطفال. الاضرار التي تلحق بالطفل. جراء الاستعانة بالصبارة الراقصة بشكل دائم. قائلا ان الدمية المسلية تعمل على توسيع الفجوة بين الام والطفل. لافتا الى ان هناك مأساة تشهدها بعض الاسر المصرية. جراء الفجوة بين الام وطفلها بسبب اعمال المنزل. والانشغال بشكل دائم في البيت. وفي تصريحات تلفزيونية له اوضح استاذ طب تخطب الاطفال ان الاطفال يقعن فريسة للعبة الصبارة الراقصة او الهواتف المحمولة بشكل دائم. امام اعين الاباء والامهات في المنزل. بل احيانا نقدمنا الامهات هذه الالعاب لاطفالهم من اجل عملية الالهاء والسكوت في المنزل في سن صغير. مضيفا ان الصبارة الراقصة لا تقدم اي محتوى تعليمي للاطفال. وتزيد من العزلة وتؤثر على مشكلات اخرى في التحدث. وقلة الانتباه. تأثير الصبارة الراقصة على متاخري الكلام. ونصح الدكتور محمود يوسف استاذ طب تخاطب الاطفال. جميع الامهات بضرورة التواصل بشكل دائم مع الاطفال. ولا يتركنا انفسهن للوقوع في قبضة الانشغال الدائم على الطفل. بل يجب التحدث معهن خلال اعداد الطعام وخلال تأدية اعمال المنزل قائلا احنا عايزين الام تتكلم مع الطفل لايف. وهي بتطبخ او بتغسل او بتلبسه. وهو ده المطلوب. وشدد الدكتور محمود يوسف استاذ طب تخاطب الاطفال على ضرورة تجنب استعمال الاطفال الهواتف المحمولة. خاصة فئة متاخري الكلام. منشدا بضرورة التواصل مع الطفل واجراء شرح مفصل ووصف لكل امر شاهده الطفل خطوة بقطوة. ولا يجب على الامهات الملل من الانور او الشكوى. وفي حالة لعب الاطفال على الجوال يجب تقديم شرح مفصل له للعبة وعدم تركه يلعب مفرده. بل يجب شرح اللعبة له ومحاولة ربطها بالمواقع من اجل تقديم معلومة مفيدة حتى يتسنى للطفل الاستفادة من الامور والحفاظ عليه من هذه اللعبة. قب كده تكون انتهت حلقتنا. بس قبل ما نقفل معكم دلوقتي ما تنساش تابر اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان لمن وصلنا كل جديد. وكده انتهت حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.